بدءاً من الحلقة دي إحنا كده دخلنا في الجد هتتعلم أساسيات لغات البرمجة أو بمعنى تاني الأدوات اللي في أي لغة برمجة أنت ممكن تستخدمها الموضوع مش مقتصر على لغة برمجة معينة مع أني ممكن أستخدم مثلاً لغة زي لغة الجيفا سكريبت كمسال فقط لكن لو أنت رحت لأي لغة أخرى هتلاقي نفس اللي بنتكلم فيه ده هتلاقي هناك الفرق بس أنه ممكن يكون بيتكتب بصورة مختلفة أو ممكن يكون بيتكتب بطريقة مختلفة نوعاً ما الحلقات اللي جاية هتكون بتشمل فكرة عن البرمجة وموارد الحاسب وهنتكلم عن مصطلح اسمه variables أو المتغيرات وهنتكلم عن مصطلح آخر اسمه الثوابط وفيه حاجة اسمها المصوفات arrays وفيه الدوال functions جمل التحكم اللي هي control structures وهنتكلم برضو عن العوامل operators وفي الآخر خالص هنتكلم عن البرمجة الكائنية OOP أو object oriented programming طبعاً كل حاجة من دي بيتفرع منها دروس تانية لكن ما تخافش أنا أحاول أن أنا أوضح لك الفكرة بكل بساطة وبعد كده الحياة هتبقى سهلة معاك زي ما وعدتك هتطلع من الدورة دي أنت قادر أن تتعلم أي لغة برمجة في وقت قياسي لأن أنا هديك الأساسيات وبعد كده أروح دور على الأساسيات دي في أي لغة تانية وتعلمها في وقت قصير وبعد كده انطلق قبل بنبدأ نسيت أقولك أن احنا هنستخدم في الأمثلة لغة الجيفاسكريبت ليه الجيفاسكريبت؟ الجيفاسكريبت هي مدمجة في المتصفح بتاعك يعني بمعنى تاني لو أنت بتستخدم جوجل كروم أو بتستخدم اللابتوب أو حتى لو بتستخدم الايفون أو الاندرويد فأنت كده كده عندك متصفح أكيد والمتصفح ده بدوره في الجيفاسكريبت يعني لم يحتاج أنك تنزل الجيفاسكريبت ولا محتاج تسطبها ولا محتاج تعمل أي حاجة من دي وده على ما أعتقد أنه هو حل كويس بالنسبة للناس اللي عايزة تتعلم برمجة على التليفون كمان هتحتاج محرر هيسهلك الأمر المحرر ده هو البرنامج اللي انت هتكتب في الأكواد وهينظم لك الدنيا ممكن تستخدم بريكتس أو ممكن تستخدم نوت بات بلاس بلاس أو ممكن تستخدم فيجوال كود البرامج دي كلها مجانية ومفتوحة وممكن أن انت تستخدمها بدون أي كراك أو أنك تدفع فلوس أو أي حاجة من دي كل اللي هتعمله أنك هتختار البرنامج اللي انت عايزه وهتخش على الموقع هتنزله وهتصطبه بالطريقة الطبيعية جدا وبعد كده يلا نبدأ أما بالنسبة للناس اللي هي هتستخدم أندرويد أو تليفون أو حتى آيفون كل اللي عليك أنك تخش على الستور وتكتب بس HTML Editor في الوقت ده هتلاقي العديد من التطبيقات اللي بتكون مجانية تقدر أنك تستخدمها طبعا ممكن يكون في ناس سمعت كلمة HTML فقالت الموضوع ده HTML هي اللغة الخاصة بتصميم مواقع الانترنت ومواقع الويب لو أنت عندك خبرة بيها يبقى ميت فل وعشرة أما لو ما عندكش أي خبرة بيها فأنا هقولك ما تخافش إحنا مش هنخش في تفاصيلها كتير أنا عايزك بس تركز على الفكرة لو أنت عايز تتعلم الـ HTML في وقت قصير هتلاقي عندنا في القناة دورة الـ HTML تقدر أنك تتعلمها ولكن طبعا هذا ليس شرط أنك تتعلمها وتجلنا تاني أو أنك توقف الكورس ده وتروح تتعلم هناك ممكن تعمل الاتنين سوا مع بعض بدون أي مشاكل يلا بينا نبدأ ترجمة نانسي قنقر